أكيد واجهت مشاكل في تقبل الأفكار التي كنت أطرحها نفس البشرية بشكل عام ترفض التغيير الأفكار التي كنت أطرحها مثل ما قلت قبل أنا لا أحب النماطية وما أحب السيستم المتكرر أنا لا أمانع الروتين لكن في نفس الوقت لازم الواحد لما يمارس الروتين يتشوف كيف ممكن أنه يصحح وكيف ممكن يتطور كيف ممكن يكبر ويبتكر ويبتكر بالضبط فسواء كان على الصعيد الشخصي ولا على العملي يعني كان دائماً لما أي أفكار يديدة كان دائماً يهمني أني يكون عندي ما يدعم هاي الفكرة من كل النواحي من ناحية ميزانية من ناحية فكرة من ناحية بحث شو صار قبل شو بيصير بعدين ليش لازم نسوي هالتغيير فواجهت هالمشاكل لكن بعد التحديات اللي واجهتها هي اللي علمتني وهي اللي صقلتني في النهاية الواحد ما يقدر أنه يكبر ويتطور لما يواجه تحديات والتحدي في قبول فكرتك خليتك تتفكرين أكثر من مرة بكيف تطرحينها بطريقها تكون أقوى وتقنع الجدامات ومثلا أنت حين خلنا نفترض أن تقترحتي علي فكرة ويأتي أنا قلت لك هاي الفكرة ما تستوي لأنها واحد اثنين ثلاثة فأنت تروحين تخذين الفكرة هاي ويتصححين الواحد اثنين وثلاثة ترجعين مرة ثانية الواحد لازم يكون دائماً عنده مثابرة ويتم أنه يدافع عن الفكرة اللي يؤمن فيها خاصة إذا كان فيها مصلحة الجميع مو بس مصلحته شخصية صحيح